اشتركوا في القناة سرقة الدراجة النارية كانت مستوقفة بالحي المذكور وإلى ذلك فقد تقدم صاحب الدراجة النارية بشكاية في الموضوع لدى الدائرة الأمنية التابعة لحي الرحمة بمدينة سلا فيما أشارت المعلومات أنه تم التعرف على هوية هذا الجانح حيث يطالب المشكي بضرورة القبض على هذا الصارق لينال عقابه طبقا للقانون وتحصيل حقوقه ومن جانبهم فقد استنكر النشطاء هذه الظواهر التي أصبحنا نلاحظها وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء معاتبا على صاحب الدراجة قائلا هدره وبغيهم يسرقوها حط المطور بلا قفل بلا بلوكاج بلا لارم بلا قفل بلا السنسلا اشتركوا في القناة